السلام عليكم ورحمة الله مشابعين الكرام كيف حالكم اتمنى ان يكون كل شيء بخير وطيوركم في احسن الاحوال موضوع حلقة يوم ان شاء الله سيكون حول احد انواع الاقفاس التي تسبب للطيور الامرات يعني هناك بعض الانواع تشكل خطر كبير على الطيور من الناحية الصحية سنتعرف عن هذه الانواع من الاقفاس وما مدى خطورتها على الطيور وفي النهاية سنقدم الحل حتى يتسنى لأي مربي استعمال هذه النوعية من الاقفاس والحمد لله فانا اشارك معكم اي معلومة كيفما كانت اهميتها ولا احب احتكار المعلومات لانني اريد ان يتعلم كل مربي كيف يتعامل مع طيوره للحفاظ عليها والارتقاء بهذا المجال الى اعلى المستويات كما اقول دائما فتربية الطيور ليست محدودة وهي قابلة للتطور ممكن مبتدأ يقدم معلومة مهمة كان يجهل هو المحترف وقبل الشرح ارجو الاشتراك في القناة وتفعيل جرس استنبيهات ليسلكم كل جديد طبعا يا اخواني اخواتي الكرام فهناك بعض انواع الاقفاس تشكل خطر على حياة الطائر لانها لا تحشوي على عازل مثل هذا الذي تشاهدون في الصورة فدور هذا العازل هو العازل بين الطائر وقعر القفاس وكل انواع الاقفاس تحشوي عليه لكن هناك بعض اخوة المتدئين عندما يشترون اي نوع من الاقفاس خصوصا كهذا الذي تشاهدون في الصورة لا يجدون معه العازل فيضعون الطائر في القفاس بدون عازل وهذا خطأ فعده لماذا ساشرع لكم بالتفصيل لكي تفهمه عند وضع الطائر في قفاس بدون عازل وتقدم له اي نوع من الاطعمة سواء بيض مسلوق او خص او حبوب فهو عندما يبدأ بتناولها يسقط بعدها في قعر القفاس فتختلت ببراز الطائر اكرمكم الله وكن اكيد يا اخي بان الطائر سيهبط الى قعر القفاس ويأكل من ذلك الطعام وهذا ما يسبب له عدة امراض لعل اهمال كوكسيديق التي تسيب الطيور نتيجة لتناول طعام معفن لهذا يجب من الضروري ان يتوفر القفاس على عازل يفصل بين الطائر وقعر القفاس نقطة اخرى اود التضرق اليها بشأن هذه النوعية من الاقفاس التي تحشوي على عازل من هذه النوعية فالاغلبية يدعون هذا العازل بهذه الطريقة كما تشاهدون في الصورة وهي ايضا طريقة خاطئة لان هذه الجنبات تبقى قريبة من الطائر وايضا لا قدر الله سقط القفاس من مكان مرشفع فالطائر سيهرب لان قعر القفاس سينفصل عن اعله والحل في هذه الحالة هو تشويش هذا العازل مع القفاس بهذه الطريقة باستعمال خيط او اي شيء يمكنه القيام بهذا العمل ساقوم بهذه العملية امامكم مباشرة لشفها مجيدة اذا يا اخواني اخواتي تشاهدوا كيف اصبح القفاس حتى وان سقط فالطائر لن يهرب وايضا حتى عندما تريد تنظيفه لن تخاف من هروب الطائر ستحمل القفاس بكل هدوء وتنظف القهر على راحتك مشابيعنا الكرام هذا ما كان في حلقة اليوم اتمنى انني افدتكم ولو بالقليل دمتم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم